بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء طلاب في درس من دروس التربية البدنية للصف الأول الابتدائي معينا الأستاذ رعد فايز الأسمري طبعا قبل ما نبدأ أي درس نذكركم بمتطلبات النشاط الرياضي أولا الراحة الكافية المقصود بها النوم من 9 إلى 11 ساعة في الليل اثنين تهيئت المكان المناسب لأداء النشاط الرياضي ثلاثة التغذية المناسبة المنزلية الصحية أربعة ارتداء الملابس الرياضية المناسبة وفي الأخير تعويض الجسم بالسوائل اللي فقدناها خلال التمرين أو النشاط الرياضي وحب أذكركم أن شرب الماء مهم جدا جدا وشرط أنه يكون قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط الرياضي ونذكركم بفوائد ممارسة النشاط الرياضي واحد تحسين اللياقة البدنية والقلبية التنفسية تحسين الصحة العقلية وتعديل المزاج المحافظة على الوزن الصحي المناسب سواء بنزول الوزن أو زيادة كتلة أو وزن عضلي مناسب الوقاية من الأمراض كالسمنة والسكري والقدرة على ممارسة جميع الأنشطة العامة والرياضية بشكل خاص كذا ندخل على تمارين اللحماء كما تعودنا نبغى الجميع يستعد دائما خلي المكان مهيئ التكيف فيه موجود نبعد أي أداة نرجع وراء الشاشة قليلا لممارسة عمليات الأحماء في البداية الجري في المكان دائما بهذا الشكل الظهر مستقيم النظر إلى الأمام الجميع يستعد يبتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين مع تحريك الذراعين أربع خمس ست سبع ثمن تسع أبطال واحد اثنين ثلاث أربع ممتازين خمس ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين يا شباب نشاهد التمرين ثاني مدى الذراعين على الجانب وفتح القدمين بحركة جانبية من الداخل بهذا الشكل نركز على حركة الحوض بهذا الشكل الجميع يستعد ثلاثين تكرار ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن أبطال آخر تكرار واحد اثنين ثلاث أربع خمس ممتازين ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين يا شباب الآن نشاهد التمرين ثالث دائما نركز في حركة اليدين والقدمين بهذا الشكل اثنين ثلاث نحاول تلمس الركبة بالكوع بهذا الشكل ثني الجذع قليلا عشان تسوي المهارة أو تطبقها بالشكل الصحيح ثلاثين تكرار تمرين ممتع ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع ممتازين عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع أبطال عشر آخر تكرار واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر سوي تهدئة بسيطة نفس شهيق زفير دائما خلي عندك مسافة كافية انك تقدر تمشي وتهدي شوي من ضربات القلب شهدين عليكم شوي اليوم في التمارين مشاهدة التمرين التالي تمرين يساعدنا في مهارتنا الليلة الوثب بهذا الشكل الجانبي يمين يسار ثلاثين تكرار الجميع مستعد يلا يا شباب ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس يمين يسار سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن ابتداء تسع عشر آخر تكرار واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين يا شباب ناخذ راحة ودائما كما تعودنا بعد عمليات الإحماء عمليات الإطالة قبل ما نبدأ شحيق زفير مرة ثانية نحاول نهدي الجسم من شدة التمرين الماضية الآن يا شباب فتح القدمين بمستوى متوسط بدون ثني الركبة تحاول تقدر تبعد آخر مسافة بتقدر توصل لها بيدك حنا الهدف أنك تلمس الأرض بس إذا ما قدرت موه مشكلة القدمين أو قبل الأرض قليلا الجميع يستعد يسار أمام يمين ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث ممتازين خمس ست سبع ثمن تسع تسع عشر يلا يا شباب واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر أحسنتم يا أبطال شاهد التمرين الثاني هذا الشكل اليد على الوسط لليمين ولليسار مع ميل الجذع مع الحركة شاهد بهذا الشكل واحد اثنين حتى النظر يكون لليمين واليسار مع حركة اليدين الجميع يستعد ثلاثين تكرار يلا يا شباب ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست ممتازين سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع أربع خمس ست اليدين تكون ممدودة سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر يعطيكم العافية آخر التمرين معنا اليوم فتحت القدمين بشكل واسع وبهذا الشكل مرة يمين ومرة يسار ثلاثين تكرار يلا يا شباب ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن لازم تميل مرة يمين مرة يسار بجذعك عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع أبطال ثمن تسع آخر تكرار معنا واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين يا شباب الجميع يحاول يكون دائما عنده موية قريبة كذا جسمنا سخن وجاهز لعداء أي مهارة من الجزء العلوي إلى الجزء السفلي نذكركم بالدرس أو المهارة الماضية كانت مسار الحركة وذكرنا أن الطالب لازم يعرف تحديد وجهته أو المسافة بينه وبين الأشخاص أو الأدوات وبين الأشخاص الغير والأدوات الثانية بهذا الشكل واخذنا بعض النماذج نذكركم فيها الجري بشكل دائري نشاهد هنا تغيير الاتجاه بشكل سريع على حسب توجيهات المدرب أو المعلم لازم يكون الذهن صافي وجاهز لأداء أي مهارة نشاهد النموذج الثاني الجري في المنحنة وذكرنا أن الجري في المنحنة يساعدك في تأدية مهارة الجري في المضمار أم مهارة الوثب العالي في ألعاب القوة فلازم تكون أنت جاهز ومطلع على بعض المهارات كما تعودنا الآن الجري المتعرج بين الأعمدة مرة يمين مرة يسار ليش يتقوي عندك سرعة ترد الفعل وتغيير الاتجاه بهذا الشكل شاهدنا في النموذج الآخر الجري من بين وفوق وفي بعض الأدوات الموجودة في الملعب كما نشاهد بين الأقماع والأطواق والأعمدة بهذا الشكل وذكرنا لكم أيضا نتائج إدراك الطالب لمفهوم مسار الحركة يعني وش اللي بيصير أو وش اللي بيغيرنا إذا عرفنا مسارات الحركة قدرة الطالب على تتبع مسار الحركة بطريقة صحيحة دون أن يفقد توازنه طبق المهارة دايماً بالشكل الصحيح دون أن تخطي مرة يمين مرة يسار وقدرة الطالب على التمييز بين المسارات المنحنية والمستقيمة والمتعرجة كما شاهدنا في النماذج السابقة وقدرة الطالب على اللف وتغيير الاتجاه أثناء الحركة طبعاً غالبية الرياضات تحتاج أنك تغير الاتجاه أو سرعة رد الفعل لازم تكون عندك قوية بكذا أنهينا مراجعة الدرس الماضي الآن ندخل في مهارة الوثب الصحيح في المكان مهارة جميلة جداً جداً ممتعة تحتاج لها قوة نشرح لكم الآن المفهوم ومتطلبات المهارة نشاهد الوثب حركة انفجارية تمثل فيه دفع كتلة الجسم بأكمله في الهواء بكذا يا شباب الوثب يتطلب قوة لدفع الجسم للأعلى لحمل الجسم ودفعه للأعلى والهبوط وامتصاص الصدمة في النزول الأرض لازم يا شباب تكون طنية عندك جسمانية قوية لأداء مهارة والوثب الصحيح يتطلب أداء متوافق لكل أجزاء الجسم شرح المهارة دائماً المهارة فيها مرجحة ذراعين ونزول الجسم بامتصاص النزول من خلال القدمين لازم تكون عندك عضلات الجسم قوية من الجزء العلوي والسفلي ويتكون تنقسم من قسمين هي الارتقاء والهبوط نشاهد لكم أو أطبق لكم أداء المهارة الوثب له أنماط مختلفة مثل العمودي والأفقي نركز على العمودي في المكان بهذا الشكل هم بهذه الطريقة هذا نموذج بسيط والأفقي بهذا الشكل واحد للأمام طبعاً هذا مثال بسيط ولكن وسط تأدية المهارة تحتاج قوة للصعود أعلى وبالشكل أفقي لوصول إلى أبعد مسافة وفي الأخير يكون الارتقاء والهبوط دائماً كما تعودنا بالقدمين ليش بالقدمين نركز على الهبوط لما تهبط تحمل جسمك كامل فتحاول تنزل بالقدمين عشان تتفادى الإصابات من خلال الحبوط طيب مواصفات الأداء الصحيح مرجحة الذراعين للأعلى أثناء الارتقاء للوصول لأعلى مدى بهذا الشكل بهذا الشكل طبق لكم المهارة الآن بهذا الشكل مع ثاني الركبتين بهذا الشكل مرة ثانية اليدين للأعلى مرجحة للخلف كذا طبقنا مهارة الوثب الصحيح في المكان طيب نكمل باقي المواصفات فرد كامل مفصل القدمين والركبتين أثناء الارتقاء بهذا الشكل نشوف نشوف أن القدمين والركبة بشكل مستقيم بهذا الشكل هوب طبيعي ليش لأنه تعطيك قفزة لأعلى لأعلى مدى تظل الزراعين لأعلى طوال مدة الوثب ليش نحاول نوصل أبعد مسافة نقدر نوصل لها طبعا المهارة هذه فوائدها أنها تقوي عضلاتنا ولكن في قسم ثاني أنك توصل أبعد مسافة تقدر توصل لها يعني فيها تحدي إن شاء الله إنها بسيطة ونركز عليها ونقرأ آخر نقطة وأثناء الهبوط يتم ثاني الركبتين زي ما قلنا لامتصاص وزن الجسم من خلال الصدمة بهذا الشكل زي ما قلنا نركز خطوة خطوة يدين للأعلى ثاني الركبتين مرجحة للخلف طلوع ارتقاء ونزول بهذا الشكل لاحظنا في النزول في ثاني للركبة عشان ما تجينا لا سمح الله إصابات في المفاصل التواء يمين أو يسار بهذا الشكل ركزنا على مواصفات الأداء الصحيح وأهمية هذه المهارة بكذا أتمنى أنكم استفدتم من خلال شرحنا لهذه المهارة مهارة جميلة جدا تساعدنا في رياضات كثيرة جدا منها كرة القدم كرة السلة رياضات كثيرة كثيرة جدا ومن خلالها إن شاء الله أنكم استفدتم وتكررون معنا تطبيق أداء المهارة وتمارين الأحمى والإطالات في المنزل وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم